السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو سنستطيع مؤسس على درس الاشتقاق سنرى عمليات دول المشتقة وتطبيقات دول المشتقة مثل قابلية أشتقاق كيف تقول نقلقة الأشتقاق ذكرنا المباشرة مع علمات كيف تكون هناك المعادلة المستقيمة كما يعمل بما يعمل الاشتقاق الدول الحدودية والدوال الاعتيادية يعني كنت تكون قادرا أنك تحسب أو تدير العمليات على الدوال المشتقي يعني العمليات التي تلجم على الطارح القسمة، الضرب، الجدل المربع، القوة إلى آخرين يعني كنت تريد تدير العمليات ودف الإشتقاق يجب عليك العرف الإشتقاق دوال الاعتيادية والدوال الحدودية كتذكير، بالنسبة للدوال الحدودية قد تكونوا محدة لترم يكون فيك A, X, K تكون عدد في X و شيء مثل لنا ناقص عدد في X و شيء إلى آخرين، وهذا كنت تكون الحدودية ومن الذي نريد الإشتقاق لتعبير حالي، ما نفعل؟ نفعل A و نجعله مضرب في K مضرب في X و K ناقص و K ناقص 1 كمثال، مثلا الاشتقاق ناقص 3 X و 2 المشتقة هي ناقص 3 في 2 في X و 2 ناقص 1 وهي ناقص 3 في 2 في X و 1 وهي ناقص 6 X لدينا حالة خاصة للإشتقاق X و 1 و لإشتقاق لأي عدد كما كان يساوي 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 0 كي ندوى العسلات لكي ناقص 1 و بالنسبة لدلا 1 على X المشتقة هي ناقص 1 على X و 2 يعني الاشتقاق ناقص 3 على X ناقص 3 في ناقص 1 على X و 2 وهي 3 على X و 2 لأنها تشهد الخاصة للإشتقاق 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 يعني لكي يكون عندي عدد على X و كننقص العدد مضروب في الإشتقاق للإشتقاق للإشتقاق لأنها تكون عارفة لأنها 1 على 2 لأننا نجد مربع X و عندنا المشتقة للكوسينيس X وهي ناقص سينيس X و عندنا المشتقة للسينيس X وهي كوسينيس X و عندنا المشتقة للطنجونت X وهي 1 زائد طنجونت أو C2X أو لا 1 على كوسينيس C2X على حساب الذي يحتاجه مزيئ هذا كتذكير إشتقاق الدول الحدودية والإشتقاق للبعض الدول الإعتيادية إذا كنت في العملية على الإشتقاق سيكون لديك خاصية سيكون لديك خاصية و ستبدأ تطبقهم على حسب العملية التي كانت لديك بين الدالة والدالة الأخرى مثلا سنكتب أول شيء للخاصية و سنبدأ نستطبقهم قليلاً الخاصية الأولى التي نستخدمه بها في حدودها لأنها تكون لدي F ناقص دالة و نحسب المشتقة هنا المشتقة للجمع هذه السامبل سنفرق الإشتقاق على الدول كلهم يعني التي طرفها يجب علي دالة الأولى تكون لديك الخاصية طرف that هذا يسمى أسمى الإشتقاق الجداء كان عندنا المشتقة دي الخارج F مقصه مع G كندير F' في G ناقص F في G' على G و C2 عندنا المشتقة دي المقلوب 1 على F هذه حالة خاصة من هذه العملية الخارج غير حالة خاصة ولكن يمكنك تخدمها بها مباشرة كنديره ناقص F' على F و C2 عندنا المشتقة دي عدد مضرب في دلا عدد مضرب في دلا سوف ندير غير عدد في الإشتقاق دي الدلا يعني في حالة نجد عدد U هنا خاصية أخرى جد مربع F فاما لو نرون такого أسمع في الإشتقاق ديrenal نضع F' على 2 جد مربع F هذه الخاصية للإشتقاق جد مربع دالة وكينة دالة وسعادة نضع K في الإشتقاق دالة في F وسدالة ناقص وسK ناقص 1 وعندنا نكتبه هنا وعندنا الإشتقاق المركب دالتين F ديال G فأنا نريد الإشتقاق فأنا نضع G' فأنا نضع F' لجد مربع هذه العملية التي توجد هنا كانت العملية الأولى جمع الطرح وعندنا العملية الثانية الجداء الخارج مقلب دالة حالة خاصة من الخارج عدد مضرب دالة حالة خاصة من جداء دالتين جد مربع دالة دالة وسعادة ومركب دالتين هذه الخاصية التي توجد في الدرس الإشتقاق سأعرف كيف تطبيق كل واحدة فيهم كمثال فأنا نبدأ بدالة بسيطة فأنا نضع F ل X تساوي X و 3 ناقص جد مربع ناقص 2 على X مثلا فأنا نريد أن نضع الإشتقاق هذه الخاصة هنا هذه الخاصة هنا تكون هذه الخاصة من دولة X و 3 و 2 على X و 7 العملية التي تبينتهم هناك الجمع و هناك الجمع و هناك جمع فأناك جد مربع فأناك جد مربع فأناك جمع فأناك جمع فأناك جمع فأناك جمع X تساوي X3 زائد جذر مربع X ناقص جوج على X زائد 7 وهي تساوي الإشتقاق X3 زائد الإشتقاق الجذر X ناقص الإشتقاق الجوج على X زائد الإشتقاق 7 لذلك العملية تكلم بينهم والجمع والفرق يعني هذا يفرق من الإشتقاق عادي لإشتقاق X3 سنطبق هذه الخاصية X وهي المعاملة لهذا هو 1 يعني 3 في 1 وهي 3 في X3 ناقص 1 وهي X جوج زائد الإشتقاق الجذر X دلع سيادية المشتقة هي 1 على 2 جذر X ناقص لإشتقاق الجوج على X سوف تكون عرفة ناقص كيف حال الإشتقاق 1 على X الإشتقاق 1 على X دلع سيادية الإشتقاق هو ناقص 1 على X2 يعني الإشتقاق هذه هي ناقص جوج على X2 فالناقص هذه هي زائد جوج على X2 والإشتقاق هذه السبعة هو 0 يعني الدلع المشتقة في هذه الحالة هي التعبير الذي لديه هنا هنا طبقت العمليات لجمع الطرح السامب العادي سوف نأخذ مثال ثاني في الجذر عندي سوف نأخذ X في جذر مربع X العملية التي كانت بين هذه الجوج هذه X و جذر X هي العملية الجذر هناك أعلم أنها إنجتشه سوف نعتبر أن هذه هي دلع F وهذه هي دلع J صفحة؟ لأن العملية التي تتلتبعها هي الجمع و كانت بينهم الجمع سوف نفسرق عليهم الإشتقاق سامبل و كانت بينهم الفرق سوف نفسرق عليهم الإشتقاق العادي ولكن بما أن هناك جذر سوف نأخذ F'' لX X جذر مربع X و كيف هو الإشتقاق الجذر في الإشتقاق الجذر نأخذ إشتقاق الدلع الأولة مضربة في الدلع الثانية زائد دلال الرول مضربة في الاشتقاق دلال الثاني هاذا الشيء اللي هي الآن aspiration هنا بحيث دالال الرول هي x والدالة الثاني هي جذام ربع z يعني سأقول لي عندي x برين في جذام ربع x زائد x في جذام ربع x برين الاشتقاق دلال x سهل هو واحد مضربة في جذام ربع x زائد x والاشتقاق دلال 20 ذات أحد العسية المشتقة د calming 20 جذام ربع x نكمل الحسابه بعادي في الاشتراك على قضية لا بدأ بلا يمكننا الكلام وحسب 1 هو آخر M و هي كل الهماس وعندما أحد يكون غذرنا بكي مثل قطعة 2x أعني لنضيق غذرأ في غذره 2x وهي ثانيا وهي 2x زائد x كله على 2x وهي تساوي 3x على 2x وهكذا نجعل العملية لقد فأشكة كلها هي جذاء بين الجهد الدوال وأنا سأتطبق هذه العملية بصيغة مباشرين نضيق الاشتقاق الدول الأولي في الدالة الثانية زائد الاشتقاق الدول الأوليي في الدالة الصابقة وهكذا نحسب العملية الجداء سوف نقوم بعملية الخارج بالنسبة للخارج الخاصية التي مكتوبة عنها لدينا مثال نأخذ 1 دلة F ل X تساوي F ل X تساوي مثلا نأخذ X2 على 2 ناقص X2 كمثال نريد أن نقوم بإشتقاق هذه الدلة هنا لدينا خارج دلتين هذه هي الدلة F وهذه هي الدلة J إذا أردنا أن نحسب الإشتقاق هذه سوف نطبق هذه الخاصية الخارج سوف نقوم بإشتقاق F' X تساوي الإشتقاق X2 على 2 ناقص X2 سوف نقوم بإشتقاق كبير ونقوم بإشتقاق X2 ونقوم بإشتقاق X2 لذلك هنا لدينا مقام G ثم سوف نقوم بإشتقاق F' ف هي الدلة X2 يعني الإشتقاق X2 مضرب في الدلة التي كانت تحت وهي J نقوم بإشتقاق X2 نقوم بإشتقاق X2 مضرب في الدلة التي كانت في المقام لإشتقاقها 2-X2 نقوم بإشتقاق ثم قام بإشتقاق لأن هناك شيء بسيطة وهي X2 هي الدلة F وجود نقوم بإشتقاق X2 وفي حال الذي تبليه ف لدينا F' نقوم بإشتقاق الاشتقاق X2 هو 2X عمل 2-X2 ناقص X2 مضربه الاشتقاق الجوج بما أنه عدده هو 0 الاشتقاق X2 هو 2X ما هذا الناقص هذا ستولي مضربه في ناقص 2X على 2-X2 الكل أس 2 كم من هنا يحسابه عادي جوج X في جوج هي 4X جوج X في ناقص X2 هي ناقص 2X3 ناقص X2 في ناقص 2X هي زائد 2X3 هذا هو عدد المتقابلين سنحييزهم وفي الأخير ستبقى لدي المشتقة هذه الدلة هي 4X على 2-X2 الكل والس 2 وهذا كم نحسب الاشتقاق الخارج الدلة 2 مزيلا بالنسبة لدي هذه الواحد على F غير حالة خاصة من الاشتقاق الخارج بحيث البسط يكون عندي فيه يكون عندي فيه واحد حتى هي سهلة يعني لا يوجد شيء صعيبة نستطيع مثلاً ناخد مثال ناخد واحد دلة F تساوي مثلاً ندر واحد على X2 في جذر X زائد واحد مزيلا ضدنا نحسب هذا المشتقة لها الدلة هذه ماهن غدا ندر واحد على X2 جذر مربع X زائد واحد يعني يا تتبليك تبليف حل مكتوبة واحد على F بحيث الدلة F هي هذه الدلة كاملة X2 مضربه في جذر X زائد واحد سنطبق الخاصة مباشرة سنية يعني ندر تساوي سنقوم بعمل ناقص ناقص لإشتقاق هذه x و 2 جدر x زايد 1 على هذه يعني على x و 2 جدر x زايد 1 الكل حيث أن الدلة f لديها في هذه الحالة هي x و 2 جدر x زايد 1 بعد ذلك بقال نحسب الإشتقاق هذه هذه لديها x و 2 مضربة في جدر x زايد 1 يعني العملية التي كانت بين هذه الدلتين هي عملية الجداء يعني لا يمكن أن نفرق عليهم الإشتقاق مباشرة سنطبق الخاصية الجداء دلتين يعني تقول لديك تساوي ناقص و سنقوم بإشتقاق x و 2 في جدر x زايد 1 زايد x و 2 في الاشتقاق جدر x زايد 1 على هذا و 2 يمكن أن نقوم بإشتقاق x و 2 و 2 هي x و 4 و جدر x زايد 1 و 2 هي x زايد 1 يعني كسب 6 و صافي لا أريد أن نكسبها تساوي كيف يمكن أن نقوم بإشتقاق x و 2 سأرى سهل هو 2x في جدر x زايد 1 زايد x و 2 مضروبه فيه لإشتقاق الجدر x زايد 1 سنطبق الخاصية جدر مربع f في جدر مربع f هذه هي الدلة f لدينا هنا وهي ما الذي يكون وسط الجدر هي x زايد 1 سنطبق الخاصية جدر مربع f في جدر مربع f كيف نقوم بإشتقاق ف نقوم بإشتقاق على 2 جدر f و الدلة f كما قلت هنا هي x زايد 1 يعني في المشتقة هذه الدلة سنقوم بإشتقاق كيف يكون وسط الجدر الذي هو x زايد 1 على 2 جدر مربع x زايد 1 هذا في حلقة من بعد الاشتقاق x زايد 1 هي الحاجة الوحيدة التي ستحصل بها و الاشتقاق لها يساوي الاشتقاق x هو 1 و الاشتقاق 1 هو 0 يعني الاشتقاق x زايد 1 سيضعني هو 1 يعني أني عندي هنا 2x جدر مربع x زايد 1 زايد x و 2 مضربه في الاشتقاق الذي هو 1 x و 2 في 1 هي x و 2 على 2 جدر مربع x زايد 1 على x و 4 في x زايد 1 الحاجة الوحيدة التي ستحصل بها كمية الحساب التي اشتقاقها بقى لها أغلبت أن نزيد كخطورة نوحد لمقامة هنا والمقام الموحدة هو 2 جدر مربع x زايد 1 يعني سنأخذ 2x جدر مربع x زايد 1 و سنضربه في 2 جدر x زايد 1 ستعطيني هي 4x في جدر x زايد 1 وهي x زايد 1 زايد x و 2 الكل مقسومة على 2 جدر مربع x زايد 1 على x و 4 في x زايد 1 يعني سنضرب عندي هنا عدد كسري على عدد كسري بحيث أننا قدمنا عدد كسري على 1 و سنضرب هي هذا في المقلوب يعني سنضرب هي 4x في x زايد 1 زايد x و 2 طبعا يمكنك تنشر هذا التعبير على 2 جدر مربع x زايد 1 مضربة في 1 على x و 4 x زايد x زايد 1 إذا انشرت هذا التعبير سنضرب عندي 4x و 2 زايد 4 x زايد x و 2 لديه 5 x و 2 يعني سنضرب عندي 5 x و 2 زايد 4 x على هذا المضرب في هذا التي تعطيني جوج x و 4 في x زايد 1 في جدر x زايد 1 وهذه المشتقدة لهذه طبقنانا بزاف هذه العمليات طبقنا العملية على F وهي الأولى من بعد طبقنا الخاصية للجداء الدلتين في الجهنات من بعد طبقنا الخاصية للجد مربع F أو في ال؛кр يبقى نظر المقامات والتعميل والنشرة إلى آخرين لكي تصل إلى واحد نتجة آخرى اليوم كي تلك في ال؛خرة الآشرة لها إلى غير من جيد نزل إلى عملية الموالية ستقريباً سنقدر هنا في حالة لجد مربع X زائد 1 العملية الموالية هي جد مربع F جذر مربع F سهل جداً لذلك نريد أن نحسب الإشتقاق لجذر مربع دلة نريد أن نحسب المشتقة للجذر على إثنان جذر مربع هذه الدلة ماذا نريد أن نريد؟ إذا كانت دلة F لـ X تساوي جذر مربع مثلاً XC2 ناقص 6X زائد 1 كمثال، نريد أن نحسب المشتقة لها F قريم لـ X تساوي لإشتقاق الجذر XC2 ناقص 6X زائد 1 دلة F في هذه الحالة هي مكتوب هنا وصل الجذر هو XC2 ناقص 6X زائد 1 يعني نطبق الخاصية الجذر مربع F المشتقة للجذر مربع F تساوي F' على إثنان جذر مربع F يعني هنا سنقوم بإشتقاق XC2 ناقص 6X زائد 1 على 2 جذر مربع XC2 ناقص 6X زائد 1 وهي تساوي المشتقة للهذه عبارة عن حدودية الإشتقاق لله هو أسهل ما يكون يعني الإشتقاق لله هو 2X والإشتقاق لله ناقص 6X والإشتقاق لله هو 0 على جوج جذر مربع XC2 ناقص 6X زائد 1 والإثنان جذر مربع F' X-3 على جذر مربع XC2 ناقص 6X زائد 1 وهكي نقوم بإشتقاق لها جذر مربع دلع يعني نقوم بإثنان جذر مباشرة F' على جوج جذر مربع F بالنسبة للخاصية دلع والسعادة تطبيقها سهل هذا المشكل الوحيد الذي سيقع من بعد وهو أنه يجب أن تخلط لك الكثير من العمليات كيف تتعرف من العملية ستسبق هذا المشكل الذي سيقع ولكن إذا كنت تضبط الخاصية سيقع لك سيقع المشكلة بمرة دلع والسعادة نأخذ مثلا 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 نأخذ مثلا F' تساوي كوسينيوس أس 4X كمثال دلع هي كوسينيوس الأسعادة هنا هو 4 يعني ما سناقع محل بإ هوكث سناقع أس 4X الأسعادة هنا هو 4 أنت تطبيق الخاصية كيف ستكون لدي nós عددنا ذلك �� الأسعادة هنا كان يحصل كدر نظيف فوجد نمعها مسل الإجد فيها موس إلضاء 5X فتناقى 1 وسينكز لدينا مسل الإجد في br وس estimwa할 × الاشتقاق في كوسينيس هي دلة العتيادية الاشتقاق في ناقص سينيس يعني سيطلع 4 في ناقص سينيس في كوسينيس 6 وهي ناقص 4 سينيس X كوسينيس X وهذه كما ندل الاشتقاق دلة X عدد يعني سوف تقريبا نكمل الاشتقاق ندل المثال ثاني نأخذ مثلا هذه المرة F لX تساوي X و S2 ناقص X زايد 1 X مثلا X 5 كمثال بغير ذلك ندل المشتقة دلة هذه دلة F هي هذا الشيء المكتوب هنا تحت الأس وهو X و S2 ناقص X زايد 1 الأس هو 5 يعني سنضر F' X تساوي الاشتقاق دلة X و S2 ناقص X زايد 1 X 5 الاشتقاق طبيعة حاليا نضر X تساوي نتطبق الخاصية كما قلت دلة F هي تحت الأس يعني سنضر الأس وهو 5 في الاشتقاق دلة دلة X و S2 ناقص X زايد 1 في الدلة نفسها ولكن X سنقص منه 1 يعني سنقص X 5 سنقص X 4 و سنحسب المشتقة دلة هذه الحاجة الوحيدة التي تحت الأس تساوي 5 المشتقة دلة X 2 هي 2X المشتقة دلة X هي ناقص 1 المشتقة دلة 1 خلاص بما أن عدد الاشتقاق دلة 0 يعني مضربة X 2 ناقص X زايد 1 الكل S 4 أصابه هنا يركم الحساب المشتقة يعني الاشتقاق دلة X عدد رهد اشتقاق السهل و آخر عملية هي المركب دلتين المركب دلتين لن تكون عندي مثلا صورة دلتين كمثال نستخدمها في الغالب كمثال نستخدمها في شكل عندك سينيس أو السينيس أو الطنجونس أو لا نستخدمها في شكل أو أخرين بالنسبة للثانية باكالوريا هنا مثلا كمثال بسيط نديره مثلا سينيس X جضا مربع X هذه مثلا هي الدلة Fx Fx تساوي سينيس X جضا مربع X لو أردت أن نحسب المشتقة ديالها سنقص F'x تساوي في الاشتقاق سينيس X جضا مربع X هنا دلة F هي سينيس ودلة G هي X جضا مربع X يعني ما سنقص سنقص G' والصورة G بالدلة F' يعني سنقص G' مضروبة في F' يعني ما سنقص تساوي الدلة G عندها في هذه الحالة هي هذه المشتقة سينيس يعني سنقص X جضا مربع X في الاشتقاق أو في المشتقة سينيس في المشتقة سينيس X جضا مربع X سنقص G' نكتب على طريقة هذه المكتوبة هنا يعني الاشتقاق الدلة الذي كان في الوسط في صورة الدلة بالمشتقة سينيس جيد كمنا لذا ما سنقص نحسب أن الاشتقاق X جضا مربع X لا نفرق من الاشتقاق لماذا؟ وفي المشتقة سينيس زائد X في جضا مربع X في مستقاق لذلك سنقص خاصية لذلك سنقص خاصية وفي المشتقة سينيس من بعد الاشتقاق السينيس هو كوسيونيس يعني كوسيونيس حتى x جدر مربع x بقالية حساب سامبل تساوي هذه دلستقائناها قبلها اصلا الاشتقاق الذي احد Believe x هو 1 يعني أتسبب إلى 1 في جدر x وهي جدر x زائد الاشتقاق الذي لك هو 1 ولكن يجب إلى 2 جدر x ستسبب إلى x على 2 جدر x كوسيونيس x جدر مربع X وهي تساوي لوحد هنا المقام ستسبب إلى 2 x زائد x وهي 3x على 2 جدر مربع X في كوسيونيس X جدا مربع X وهذه هي آخر خاصية مساردة المركب ممزيد بسع ما هي الجداء الخارج و القيوة و مخلط من بين القيوة و الخارج و مخلط من بين الجدو مربع و القيوة و متى جدا واخيره و القيوة يعني دائما يكون بعض مرتدوعة يكون مخلطين يعني يكون مخلطين بثابة الحواج هذا بالنسبة للتطبيقات من بعد العمليات على الدولة المشتقة كانت تطبيقات ديلا المشتقة بالنسبة للدلا المشتقة الحاجة التي يمكننا استنتاج منها F'x يمكن أن نستنتاج منها معادلة المستقيمة مماس يمكن أن نستنتاج منها الرتابة ديلا لأنه إذا كانت سوف نحسبه F'x إذا كانت F'x لم يجب على واحد المجال سوف تكون لدي دلا F تزايدية على هذا المجال وإذا كانت F سالب على واحد المجال سوف تكون دلا F تناقصية في هذا المجال وإذا كانت F'x تساوي صفر الدلا سوف تكون ثابتة في هذا المجال سوف تقول الإشارة F'x لديها علاقة مباشرة مع الرتابة دلا سوف نحسب الدلا المشتقة وعندما نصل إلى التعبير سوف نقش الإشارة وعندما نعرف وقت ما يكون موجب F'x سوف تكون دلا تزايدية وقت ما F'x سوف تكون سعيد سوف تكون دلا تناقصية هذا هو التطبيق F'x في هذه الفقرة التي سوف نقوم بها سوف نأخذ مثل بسيط لكي نتكلم عن هذه الخاصية طبيعة الخاصية التي كنت كتبت هنا سوف نقوم بجمع مهما يكون X ينتمي إلى A لكانت F' X إشارتها سالبة هذا الشيء يعني أنه F تناقصية على A ولكن مهما يكون X ينتمي إلى A F' X تساوي 0 هذا الشيء يعني أنه الدلة F ثابتة على A هذه الخاصية دلتطبيق الدلة المشتقة F' X زيادة من طبيعة الحال على أنه يمكن أن نصل إلى معادلة المستقيمة مثل انطلاقا من F' X وزيادة على أنه في بعض الحالات الخاصة يمكن أن نستنتج أنه 1 نقطة عبارة عن نقطة نعطاف غير من الدلة المشتقة نحن نركز على هذه الرتابة نحن نأخذ مثال نحن نأخذ 1 دلة F' X تساوي ونحن نأخذ 1 دلة كبيرا X و C 2 على 2 ناقص X و C 2 نحن نريد أن ندرس الرتابة هذه الدلة نحن نعرف أم تكون تزايدية أو أم تكون تناقصية نحن 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 نحسب الدلة المستقل نحن ندرس A' X تساوي بالإشتقاق X2 على 2 ناقص X و C 2 وبطبيعة الحال هنا العملية التي سنعملها هي عملية الخارج حيث أنني لدي خارج دلسين X و C 2! وعند الخارج دلسين نحن ندرس A' X و C 2 في الدلة التحت هي 2 ناقص X و C 2 ناقص X و C 2 في الاشتقاق الدلالة في المقام وهي 2-x2 على 2-x2 الكل الأس والس 2 تساوي الاشتقاق x2 هو 2x في 2-x2 ناقص x2 مضربه فيه الاشتقاق هو 0 والاشتقاق x2 هو 2x مع هذا الناقص الضغط الذي لديه مضربه في ناقص 2x هنا لن نشر هذا التعبير الذي لديه في المقام لماذا؟ في الاخير نريد أن نعرف إشارته وهذا إشارته سيكون بين المقام في هذه الحالة بما أنه مربع كامل يعني إشارته إشارة موجبة تساوي سنشر هذا التعبير لكي نكمل 2x في 2 هي 4x 2x في ناقص x والس 2 هي ناقص 2x والس 3 و ناقص x والس 2 في ناقص 2x هي زائد 2x والس 3 على 2 ناقص x والس 2 الكل والس 2 لدي هذا متقابلين نحييضهم و ستبقى تساوي في الاخير وهي 4x على 2 ناقص x والس 2 الكل والس 2 وهذا هي المشتقة هذه هي قيمتها كما تساوي طبيعة الحالة مجموعة تعريف هذه الدلة نكتبها هنا نكتبها هذا مباشرة طبيعة الحالة سيكون عندي المقام يخالف الصفر و المقام عندي هو 2 ناقص x والس 2 و 2 ناقص x والس 2 يخالف الصفر إذا كانت x تخالف ناقص جذر جوج و x تخالف جذر جوج يعني مجموعة تعريف هذه الدلة هي ناقص ما نهاية ناقص جذر جوج ناقص جذر جوج جذر جوج و جذر جوج زائد ما نهاية طبيعة الحالة بغيت تحدد ناقص جذر جذر جوج و x تنسمي إلى R بحيث 2 ناقص x والس 2 تخالف الصفر وهذه معادلة بسيطرة التي لديك x والس 2 تخالف جوج يعني x تخالف ناقص جذر جوج و x تخالف جذر جوج وهذا المجال الذي كتبنا هنا دبنا ندرس إشارته بالنسبة للمقام إشارته ورهبين إشارة موجابة يعني إشارة ف بريم لx تبقى عندها علاقة مباشرة على إشارة الربعة x والإشارة الربعة x سيحدودها من الدرجة واحد 4x كتن عدم في السفر يعني سنصمج جذور إشارة الربعة x والإشارة الربعة x هي نفسها لإشارة ف بريم لx يعني سنضع هنا x وهنا ف بريم لx قلنا أن إشارته هي إشارة 4x بالضبط وهنا سنضع رتبة f ناقص ما نهاية زائد ما نهاية سنحيط هذا العدد الذي لم يكن مجموعة التعريف لأنهم ناقص جذور مربع جوج و جذور مربع جوج سنحيط هذا العدد قلنا أنه الإشارة 4x 4x حدودية من الدرجة واحد وهنا 4x تساوي 0 يعني x تساوي 0 يعني 4x كتن عدم نفس 0 كتن عدم فيه 4x على اليمين لدينا إشارة a لدينا إشارة a إشارته موجبة يعني في اليمين لدينا إشارة موجبة و هناك موجبة و في اليمين لدينا إشارة a يعني الدرجة ستكون هنا تناقصية وهناك تناقصية وهناك تزايدية وهناك تزايدية وهناك يجب أن نحسب الصورة السفر كما تساوي و نضعها هنا الصورة السفر التي حسبناها بالدرجة ستكون لدي 0x2 وهناك 0x2 وهناك 0x2 في هذا الفيديو هذا رأينا فيها تطبيقات العمليات على الدول المشتقة يعني سيخصك كثير من التطبيقات لكي تضبطهم جيدا و ثاني شيء هي تطبيقات الدول المشتقة لأنها لديها علاقة مباشرة مع الرتابة الدولة فإن تكون F'x موجبة و فإن تكون F'x السائبة تكون الدولة تناقصية سنقف حد هنا إلى فيديو آخر إن شاء الله نكمل الله يسلام للجميع